من 77 ليحة بالانتخابات النيابية عام 2018 لمية وثلاث لويح سجلت رسمياً بوزارة الداخلية لخوض انتخابات العام 2022 أي بزيادة 26 ليحة عن الدورة السابقة بانتخابات العام 2022 بلغ عدد المرشحين 1044 مرشح أعلن 42 من بينهم العزوف عن الاستمرار بالترشح قبل إقفال باب سحب الترشيح لا يعودوا يسقط ترشيح 284 مرشح نتيجة عدم إمكانيتهم الانضمام لأي ليحة انتخابية لا يستمر رسمياً بالسباء الانتخابة 718 مرشح من ضمنهم 118 امرأة بزيادة ملحوظة عن العام 2018 بقراءة للأرقام ما هي أسباب الطفرة بعدد اللوايح الانتخابية مصدر متابع بشدد على أنه أحد أهم الأسباب هو انسحاب طيار المستقبل ورئيس الحكوم السابق سعد الحرير من خوض غمار الانتخابات النيابية فاعتكاف الطيار الأزرق فتح شهية الطعمعين بالكرسي النيابة على الساحة السنية والدليل على ذلك هو ترشح 311 مرشح من الطيف السنية أضف إلى ذلك أنه أكتر ديرتان سجلوا لويح انتخابية هي ديرة لشمال الثانية أي طرابلوس المينية الضنية حيث بلغ عدد اللوايح 11 وبديرة بيروت الثانية 10 لويح السبب الثاني هو فشل مجموعات الحراك المدني بالتوحد انتخابيا وخوض المعركة النيابية على لويح موحدة بالدواير الانتخابية الخمستاش فالتشتط أدى بنهاية المطاف لتشكيل أقل ثلاث لويح انتخابية وما فوق لقوى التغيير بمختلف الدواير مما بيقلل من أهمية استطاعة مجموعات المجتمع المدني بإحداث خرق يعول عليه بالانتخابات النيابية القادمة فبعد التديق باللوايح الانتخابية لانتخابات آيار 2022 يلي أصدرتها وزارة الدخلية رسميا بيتبين إنه عدد لويح ما يسمى بالتغيير توزعت على الشكل التالي بديرة البقاع الأولى أي زحلة يلي بتضم 8 لويح انتخابية 4 لويح من بينهم هي للأحزاب و4 تحت شعار المجتمع المدني بالبقاع الثانية أي البقاع الغرب رشية بتضم 6 لويح انتخابية 3 لويح من بينها هي لما يعرف بقوى التغيير بالبقاع الثالثة أي بعلبك الهرمل تتنافس 6 لويح انتخابية من بين 4 لويح لما يسمى بقوى المعارضة بديرة الجنوب الأولى أي صيدة جزين 7 لويح انتخابية عم بتخوض المعركة من بين 4 لويح للتغييريين بديرة الجنوب الثانية أي صور والزهرانة تتنافس 4 لويح انتخابية من بينهم 3 لويح لقوى المعارضة بديرة الجنوب الثالثة أي النبطية بنت جبال مرجعيون وحصبية 3 لويح انتخابية من بين 2 لما يسمى بقوى التغيير بديرة الشمال الأولى أي عكار 7 لويح انتخابية بتخوض المعركة النيابية من بين 5 لويح للمجتمع المدني بديرة الشمال الثانية أي ترابلوس 11 ليحة انتخابية بتتنافس فيها 7 من بينهم تحت شعار التغيير بديرة الشمال الثالثة أي البترون الكورة صغرتها بشرة عم بتخوض المعركة الانتخابية 7 لويح من بين أربع لويح لقوى المعارضة بدائرة بيروت الأولى ست لويح انتخابية من بين ثلاث لويح لمجموعات الحراك المدنة بدائرة بيروت الثانية تتنافس عشر لويح انتخابية من بين خمس لويح لما يعرف بقوى التغيير بجبل لبنان الأولى أي جبال كسروان سبع لويح انتخابية عم بتخوض المعرك النيابية من بين اثنان للمجتمع المدني بجبل لبنان الثانية أي المتن ست لوايح انتخابية من بين اثنان للحراك المدني بجبل لبنان الثالثة أيب عبدة تتنافز سبع لوايح انتخابية من بين خمس لوايح للتغييريين بجبل لبنان الرابعة أيشوف علي سبع لوايح عم بتخود المعركة الانتخابية من بين خمسة للمنتفضين بناءً على ما تقدم وبعملية حسابية سريعة بيتبين إنه 58 ليحة انتخابية من أصل 103 من بثقة من رحمة الانتفاضة من دون احتساب لوايح الكتائب والشخصيات كنعمة فريم وميشال معوض بعيد تحركات 17 تشرين رفض الثوار دعوات الحوار المتكررة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بذريعة إنه ما في قيادات داخل الثورة مرت السنوات وتبين إنه نقطة ضعف الثوار الأساسية هي رغبتهم كلهم يعني كلهم بالتحول لإيادات ونواب مستقبليين